طيب طبيعي جداً طبيعي جداً إنك كصحفي منتمي إلى نادين هتبقى بتحاول تسأل الأسئلة اللي بتخرج ممكن منافسك عن شعوره أو على الأقل بتعمل عنوين إنك تحاول تركز على الجمهور ودوره عمل إزاي لكن مش طبيعي برضو على الجانب الآخر إنك تقلل من قدرة الأهلي على اللعب أمام الجمهور على مستوى مباراة سابقة كانت بظروفها المختلفة وعلى مستوى إن الأهلي عاصر بالفعل جمهوراً كبيراً مش بس في صفه بل أيضاً على مستوى منافسي وفي المغرب نفسها نجح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء المغربي وهناك أيضاً تأهل من الدور ربع النهائي إلى الدور نصف النهائي قبل أن يمر من الترجي إلى النهائي ليلتقي الوداد هناك في النهائي بعدما فاز ذهاباً في القاهرة بهدفين مقابل هدف واحد مباراة منها ممتعة ومسيرة ونهايتها بإذن الله أهلوية مصرية خالصة إلى كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل انطلاق مواجهة العاشرة من مساء الغد السويسري مارسيل كولر كسف من جلساته الفنية والنفسية مع اللاعبين بدأت من القاهرة أساساً قبل السفر للمغرب وركز على أن الأهلي تفوق في الذهاب ولابد من استكمال المهمة في الإياب وحصد اللقب دون النظر لهدف الوداد في القاهرة كولر عقد أكثر من محاضرة مع لعبي استعرض خلالها أبرز الأخطاء التي حدثت في الذهاب كيفية التعامل معها وتحدث حول ظاهرة إهدار الفرص وأكد أن الفريق لا يمتلك رفاهية إهدار الفرص غداً ولابد من قتل اللقاء مبكراً أما رئيس النادي محمود الخطيب تحدث مع اللاعبين في جلسة خاصة وحثهم على تحقيق الفوز كما هو حال حسام غالي رئيس البعثة الذي طالب اللاعبين بإسعاد الجماهير واقتناس اللقب غداً هناك حالة معنوية وفنية عالية تنتاب جميع اللاعبين ورغبة في تقديم أفضل ما لديهم أمام الوداد المعد النفسي حرص على تجهيز اللاعبين عن طريق الجلسات الفردية والمحاضرات الجمعية لتجنب الاستبزازات وكيفية التعامل مع الظروف الصعبة في اللقاء هناك مردود إيجابي جداً على اللاعبين وخصوصاً علي معلول بعد تلقيه دعماً من الجماهير التي حضرت التدريبات وهتفت له وشجعتهم بارح جمهور الأهلي حضر المران وهتف للاعبي الأهلي بشكل عام وخص علي معلول بالدعم لأنه زيه زي أي لاعب أهلاوي في هذه المرحلة يستحق كل الدعم وكل التشجيع والباقي عليكم يا لعيبة الأهلي وعليك يا مستر مارسل كولر